اشتركوا في القناة 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 شوية مو الوجبات تكون أقل فالناس تزيد بكمية الوجبات مثل ما قلت وتزيد بعدد الكالوريز اللي تأخذها فأكيد من الشي المهم أن نتحافظ على الرياضة وتحافظ على كيفية أنك تخلص من الدهون الزايدة اللي أخذتها دكتور نبي نصيحة طبية خاصة يعني برمضان لما نتكلم عن تقسيم الوجبات قبل رمضان أو قبل الفطور تقسيم الوجبات للدخول في يعني إذا الواحد إذا عنده مباراة يقسم وجباتها أو ما يكثر قبل المباراة عشان ما يصير يعني مثل ما تقول صعوبة وهي يلعب هو بشكل عام الأفضل سواء كان يمارس الرياضة أو لا أن يزيد عدد الوجبات ويقلل الكمية إحنا شنسة وإحنا نتلقى على الفطور بعض الناس يكثر على الفطور لدرجة أنه خلاص ما في مكان إلا وين إلا على السحر فالأفضل أن يقلل عدد الوجبات يزيد من كمية السوار اللي يشربها يحط بالها على نوعية الأكل اللي قاعد يأكلها يعني هنا السويت والحلويات يعني ما شاء الله تبارك رحمة الله بدعون برمضان تخصصهم بالوقت هذا برمضان عيدا الدكتور لما نتكلم عن وجودك داخل هذه الملعب مع الفريق نتكلم مشاركتكم الرابعة وين راح توصلون السنة والله نتمنى نتمنى اللقب إن شاء الله إن شاء الله نتمنى بإذن الله أكيد محضرين في محترفين عندكم والله إي الجمعية الطبية عندهم القانون لازم محترفين فقط وعندنا جبناهم فإن شاء الله أنه يساعدون باقي الفريق بالحصول على البطولة بدنا الله معنا دكتور محمد الحربان أحد المشاركين في دورة دار مهنة طبية كلمني عن وجودك في هذه الدورة وبداية مشاركتكم فيها يا مرحبا فيكم شرفتنا نورتون مبارك حياكم الشهر طبعا ما شاء الله عليهم ما قصروا الشباب كل سنة يرتبوننا مثل الفعالية هذه طلعونا شوي من جو السترسي لداخل الدوام رياضة شوي الحمد لله إحنا كل سنة نشارك نزيل كل سنة نطلع بمركز أقرب من الأول إن شاء الله هالسنة هذه ناخذه إن شاء الله تمام واستعداداتنا إن شاء الله طيبة هالسنة ونتأمل خير من الفريق اللي خايفين منهم حضرين لعدل خاصة في فرق يعني حصدت الدورة داشة قوة هالسنة والله الشاب كلهم الخير لبركة بس ما راح نسمي جاوب دبلوماسي هذا بس كلهم الخير لبركة إن شاء الله بس قدها قدها فريقنا إن شاء الله نتكلم عن محترفينكم هالسنة واللاعبين أكيدنا في معسكر خاصة أكيدنا في تدريب يعني قبل رمضان أخطوا كذا مشاركة لا هالينا ربيعنا من عمر رح نعب مع بعض أعرفين بعض ومتعودين على بعض ما أحتاج محترفين إن شاء الله أهم شيء مدرب موجود ومتعود الخطة موجودة مدربيننا منه وفينا والخطة جاهزة على طول والمهم الخطة والتزام بالخطة موجود إن شاء الله إن شاء الله من التزمين إن شاء الله عسكر بي كم نتيجة توقع؟ لا اليوم خاصين ثلاثة 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 صفر أربعة صفر إن شاء الله يعني هو صفر متأكدين يعني الحارس واثقين فيه إذا نعطيهم نعطيهم قول عشان ماي عشان تحط منافسة حماس أيوا عليك نور دكتور عاصم عبدالغاني لما انتكلم عن وجودكم في هذه الدورة دورة دار المهنة الطبية كلمني عن مشاركتكم في هذه السنة بسم الله الرحمن الرحيم أولاً احنا بنحب نشارك في الدورة دي لأن دورة تنظيمها كويس بتبقى ملتقى لتجمع الدكاترة أنا شخصياً عن مشاركتي في دورة الجمعية أنا بخرج كل سنة من قبل النهائي فأتمنى يعني وجود قبل النهائي تطلع مطلع من قبل النهائي على طول فأتمنى السنة دي إن شاء الله أن احنا نكمل وناخد البطولة السنة دي بإذن الله إذن الله أكيد محضرين في هذه البطولة معكم محترفين معكم لعبين تتقوم فيها معنا 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 أص هو شروط البطولة هما اثنين لعبة بس من بر الجماعية الطبية فإحنا معنا اثنين لعبة من بر كويسين والباقي دكاترة زميلنا مستهوم كويس إن شاء الله إن شاء الله نعمل حاجة إن شاء الله رح توصل النهاية تأخذونا أو إلا تطلعون لا إن شاء الله ناخد البطولة المرأة دي وقتلهم من حوصين نفس اليوفي لا 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 هتسجل معي بعد ما ناخد البطولة تاني إن شاء الله معنا دكتور عمرو حسن أحد المشاركين في دورة دارمان الطبية كلمنا عن وجودكم ومشاركتكم في هذه الدورة إحنا والله شاركنا السنة اللي فاتت ما كانش حصل معنا توفيق لظروف بس الحمد لله السنة دي إحنا حسننا الأخطاء اللي عملناها السنة اللي فاتت وإن شاء الله بإذن الله نفوز بالبطولة السنة دي ونتمنى التوفيق لبيتي الفرق كلها نكلمنا عن الخطة في هذه البطولة أكيد إنه في خطة خاصة في مدرب خاص في معسكر لا وما الحيناش نعمل معسكر تدريب قوي لإن الوقت كان دايق أسلا من ساعة ما أعلنوا البطولة ومواعدها بس هو الحمد لله يعني الفريق بتاعنا بيلعب مع بعض كذا بطولة من قبل كده يعني ومتفاهمين مع بعض إن شاء الله ما رح تطلعون من نصف النهائي للسنة هذه أكيد مكملين نحن مش طلعين من الملعب الغتل ما نأخذها إن شاء الله جاهزين هذه السنة إن شاء الله معنا دكتور سلطان حنة من فريق انتقام السلاطين كلمنا عن وجودكم في دورة دار المهن ومشاركتكم في هذه السنة والله هذه ثانية سنة إن شاركوا بإذن الله السنة هذه رح نأخذها وهو يعني فعالية ممتازة من الجمعية الطبية كونه يعني شهر فضيل واحد يحب أن يتحرك والرياضة حلوة وجودكم دكتور خارج العمل في الميادين الرياضية يجمعكم يزيد التآلف ونشوفكم يعني التجمعات هذه يشوف المودة والمحبة بينكم كالدكاترة طبعا طبيعي إن أنت لما تشوف أي واحد برا من طاق العمل وتشوف وتتولف ما وتلعب هذا نفس كلها علاقات يعني علاقات استمائية تكلمني عن مشاركتكم السنة اللي فاتت وإن وصلتوا طلعنا من دور الثاني ومن وقتها وانا قاعد أفكر ببطولة فإن شاء الله المرة من وقتها وانت قاعد تخطط السنة في دور ثاني ولا رح تكملون إن شاء الله النهائي إن شاء الله نأخذ بطولة إن شاء الله معنا محمد قودة أحد لاعبين في دورة دارمان طبية يكلمني عن وجودكم في هذه الدورة دورة بسم الله الرحمن الرحيم نشكركم عن التنظيم الممتاز ودورة جميلة وكل سنة بنشارك فيها ويعني ونشكر المنظمين ودورة يعني وإن شاء الله يعني بنحذر الفرة كلها لإننا إحنا جاين ناخدها جاين نكسب الدورة إن شاء الله تصريح خطير ممكن أثر على اللاعبين ويزيد ضغط عليهم في البرا طبعا الفريق اسمه برازيل مصر وإحنا كده بنحذر بقى عن البرازيل ومصر يعني أظن كده وأبو مكة فخر العرب يعني يعني أنت أبو مكة رح ترى أبو مكة ليفربول هنا؟ بإذن الله إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله ونتمنى الدورة تيبقى جميلة ويبقى الروح الرياضية والالتزام من اللاعبين كلهم إحنا جاين نستمتع يعني مش جاين لإحنا نلعب كورة فهما حاجة روح الرياضة إحنا جاين نتعارب بالناس الجديدة والناس المحترمة وإن شاء الله ربنا ييسر إن شاء الله وإن شاء الله سابو مكة خسر دوري النهاردة بس خد الهدف أهم حاجة الهدف طبعا خد الهدف شخصي أهم شي اللاعب شخصي لنا لمصر ومش للفرقة ليفربول يعني اللينا إحنا كمصريين إنما كنا نتمنى يأخذ الدوري بس نصيب قدر لو ما شافع مكس برازيل مصر حيعمل إيه لنهاردة إن شاء الله هتتفرقوا على هداء وتفرقوا على المطش وهتستمتعوا إن شاء الله وإحنا عايزين المطش كويس اللي يفوز نقول له مبروك والخازن نقول له هردلك ديكورة وأما حاجة نستمتع كلنا ونسلم على بعض في الآخر وإن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله الجميع معنا دكتور أنا اسم أندني أحد من الضمين لبطولة دار المهن الطبية الخامسة بالبداية دكتور كلمني عن هذه البطولة والله ذاهي خامس سنة نظم هذه البطولة هذا هي تجمع أطباء الأسنان والصيدلة والبشري الهدف منها تجميع الناس هذه كلها لأننا ما نتشاهه بالسنة كلها غير به البطولة هذه فاللي ما تشوفه طول السنة تلاقيه به البطولة ومنها رياضة ومنها نشاط برها المجال الطبي هذا كله كلمني عن إقبال الشباب الدكاترة في هذه البطولة والتسجيل ما شاهلنا شفنا للكل سكر تسجيل من البداية الحمد لله خصوصاً هالسنة لقنا نسجل وائد كبير حق البطولة لأن الناس تحرص على هالأشياء هذي انت بس وفر له السبل وفر له الطريقة ووفر له المجال اللي هي تتلاقي فيه والنشاط اللي هي تجمعهم فيه رح تلاقي فيه الناس كلها رح تيكوا تسجل معاك فيها دكتور أحمد شمس الدين لما نتكلم عن وجودكم وتنظيمكم لهذه البطولة للسنة الخامسة أكيد أنتم متميزين ومبدعين مثل كل سنة أول شيء مباركة عليكم الشهر مشكورين على الدعم الثاني لتلفزيون قناة الثالثة برنامج دورات سمضانية استضافتكم لنا طبعا تدرون أن هذه الدورة الآن الخامسة الحمد لله على التوالي وكل سنة عن سنة قام يزيد الإقبال يعني عندنا من ناحية للطباء والصيادلة فالحمد لله يعني يعني اليوم بعلقات بدايته وإن شاء الله نستمر وياهم إن شاء الله للنهاية نشوف إن شاء الله شنو المفاجأت هالسنة أول جديد في دورة يعني دار المهنة الطبية والله عندنا الجديد نحن الآن الأرضية الملعب الملعب الأرضية الحمد لله الأرضية جديدة من ناحية الشروط هي الشروط واحدة ما زدنا على الشروط نفس الشروط اللي كانت موجودة لأن بالأساس السبب الرئيسي إحنا له تجمع الأطباء والصيادلة مع بعض كدورة مصغرة لهم يعني من ناحية تعريفية لهم بعضهم بعض يعني جميل نشوف اليوم يعني خروج الطبيب من أجواء يعني الدوام ودخوله في مثل الرياضة أو الأجواء الدورات الرمضانية جميلة جدا خاصة نشوف التآلف والمحبة والكل قام يعرف بعض خاصة أن التخصصات يكونوا نبعيد عن بعض في الجانب ونشوفهم اليوم ربع أخوان صحيح هذه الهدف الأساسي من الدورة أن تقرب يعني أغلب الشباب ما يشوفهم بعض أغلب الشباب الكل لاهب بشغل اللي بالبرايفت اللي بالحكومة فما يشوفهم بعض اللي بهالدورات يعني هالدورات تتيمع الشباب ويا بعض لطبة وصيادلة مع بعض الله نتمنى ونتمنى إن شاء الله العصنانيهم اللي ما أك Prisoner البطولة هذي نتمنى إن شاء الله صيدالة نس ما سوى هفر بول ببرش معنا الدكتور سالم الكندري أمين عام للجمعية طبية لما تقلب من هذه الدورة دورة دار المهن ووجودكم فيها أكيد الفعاليات هذه لقت استحسان من الكثير من الدكاتري بسم الله الرحمن الرحيم أشكلكم على هذه الاستضافة بالفعل شهر رمضان شهر فضيل وشهر كريم وهذه الأيام الكريمة شهر جمع في الجميع ودار المهن ممثلة بجمعية طبية وجمعية الأسنان والصيدلة في السنوات الأخيرة قامت بعمل مثل هذه الدورات والدورات المشتركة بالتعاون فيما بين هذه الثلاثة جمعيات الدورة عبارة عن بطولة دورة القدم اللي استجرت العادة عليه ونحن نعرف أن هذه اللعبة الشعبية الأولى عندنا في الكويت ولله الحمد وهذه على استمرار هذه السنوات ونجاح البطولة ومشاركة كبيرة من الأطباء والصيادلة في هذا الدورة الدورة تعمل على خلق جوء من الألفة والروح والتنافسية فيما بين الفرق المشاركة خلق جوء يختلف بشكل كبير عن جو العمل اللي نقول العمل دائما في الصباح يتلقى نتعاون في أجل إسعاد وراحة المريض لكن في هذه البطولة نتنافس فيما بينه ومنافسة تكون شريفة فيما بينه بالعكس يعني هذا يعطي جو آخر وبعد آخر لطبيعة العلاقة فيما بين الأطباء والزملاء خاصة إذا علمنا أن مجموعة كبيرة تعمل في مناطق صحية مختلفة مستشفيات حكومية قطاع خاص فهذه مثل هذه الدورات تعمل على تجميع بالعكس فرصة كبيرة للالتقاء فيما بين الزملاء في هذه المهنة شفت ردود الأفعال خاصة هذا الملتقى الرياضي الجميل شفنا الكل يعني مجتمعين في هذا الملتقى والكل متنافسين من أجل اللقب ومن أجل الجمعة والروح الطيبة خاصة بين الزملاء يعني دكتور الطب ما يشوف دكتور الأسنان ما يشوف دكتور العظام الكل يعني تخصص ما يواجههم بعض ويشوفهم بعض إلا بهالمناسبات الجميلة طبعا هذه فيها نقول مناسبة حلوة تجمع وتخلق جوب من المنافسة ناس ما قلنا بالعكس شي طيب ولها نجاح كبير والدليل عدد الفرق المشاركة يعني تقريبا 18 فريق مشارك بطولة تقام مش على يوم واحد نقدر نقول لكن تستمر ثلاث أيام جوائز قيمة قدمتها دار المهن في هذه البطولة فمستمرين فيها وبالعكس كون أن هذا العدد من الفرق الذي على السنوات الأخيرة باستمرار تواجد أكثر من 18 فريق في هذه البطولة هذا يدل على نجاح أو على بالعكس يعني حتى لو ما كانت الهدف الفوز فقط لكن أيضا تواجد والمشاركة بين الزملاء في هذا المجال بعد ما شفنا معكم أعزاء المشاهدين دورة دار المهن الطبية ننتقل معكم للدورة الثانية خلكم معنا نشوف معكم الأحداث انطلقت على صالة القوات الخاصة بالصلابية بطولة سلوى الصباح الرمضانية حيث تمكن الشغب من تسجيل بداية مثالية بتحقيقه الفوز على الدعم الفني بهدفين للا شيء كما حقق ثريق المالية والإدارية فوزا صعبا على المنشآت النفطية بهدفين لهدف وقدم عمليات المنشآت عرضا مميزا توجه بفوز مستحق على الوحدات الخاصة بأربعة أهداف مقابل هدف معنا المدرب فرحان العنزي مساء الخير مساء نور يا مرحبا حياك تغب باللطات كوي شيء؟ منه ومنك صار هالعمال كلمنا عن البطولة بشكل عام؟ والله بطولة ولله الحمد سنوية تخص قوات الأمن الخاصة وجمعة طيبة تعودنا عليها سنويا يعني القصد منها تعارف ورفع المستوى اللياقة البدنية للقطاع والتنافس الشريف يعني كلنا زملاء وأخوان يعني كلمنا عن النظام البطولة خروج المغلوب ولا نقاط؟ لا لا نقاط ومجموعات نظام مجموعات وتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مش تشوف بالتنظيم؟ شرائك فيه؟ تنظيم رائع جدا وشهدتنا فيهم الحماية الخاصة شهدتنا فيهم مجروحة لا من التغطية الإعلامية ولا من التنظيم زاهم الله خير يعني ما بشرت النتيجة كم؟ 2-0 ولله الحمد الحمد لله والشكر توفقنا اليوم من الفريق الغادم إن شاء الله؟ والله إن شاء الله حماية الشخصيات إذا ما أنا غلطان بالجدول إذا ما خانتني الذاكرة لأنه والله الحين الفرحة لستني عند الجدول كلمة ودي تقولها حق الشباب كلهم؟ والله أقول هذه البداية وإن شاء الله القادم أحسن بإذن الله تعالى ونشكر طبعا اللجنة المنظمة ونشكر اللجنة الإعلامية ونشكر الكل تضافر الجهود تنجح البطولة بإذن الله تعالى معانا العقيد عمر الحصينان مدير دارة الدعم الفني مساء الله خير؟ مساء الله نور يا هنة كلمنا عن البطولة بشكل عام؟ والله البطولة ممتازة وتعودنا عليها كل سنة يسوونها دار سلوة اللي هو الحماية الخاصة والله يعطي من العافية على كل من نظم وقام على الإشرف بهذه الدورة تجمع الإدارات ونسويها البطولة وكل فريق يبدأ ما عنده يعني باللعب اللي هنا والحمد لله يعني في إدارات عندنا يعني كانت يعني أنا مثل العامة والتلعامة إدارتي ما كانت فعالة بالمباريات هذه لكن بعد ما صارت تنظيم بطولة دار سلوة شدينا حينا وجبنا فرق ودربنا الفرق عندي بالإدارة ومثل ما أنتم شويفين بس الحمد لله خسرنا ثنين واحدة لكن الفريق الشغب يستاهل فريق قوي ويستاهل عقب الخسارة قضام نغاط إذن تقدروا تعاوضون لله؟ نعم نقدر نعوض وتونح هذي أول لنا مباراة وعندنا مباراتين قادمات إن شاء الله في اللي هو بكر وعقباتشر وإن شاء الله نعوض خسارتنا فيها ونتأهل إن شاء الله من الفريق الغادم إن شاء الله؟ الغادم رح نلعى مع حماية الطيرات يعني نقول حق حماية الطيران جازة عالكم مثل ما قلت من السابق نشكر كل من قام على هذه الدورة المرحومة الشيخة سلوة صباح الأحمد ونشكر القائمين عليها والمنظمين معنا اللاعب شاري الضبيبي فريق إدارة الشيخة مساء الخير مساء النور وشي مبروك؟ الله يبارك فيك وتعطيكم نافية كلمنا عن الشكل عام عن البطولة مثل ما نتعرف هذه بطولة خاصة في إدارة القوات الخاصة تفاعل إدارات فيها ممتاز جدا بطولة مميزة صارت في الشهر هذا الفرق كلها على مستوى عالي قاعد تحضر حق البطولة هذه من قبل رمضان وبطولة قاعد تطور من سنة لي سنة فستو أنتو 2-1 الفريق الغادم من إن شاء الله؟ الفريق الغادم حماية الشخصيات وشو رح تسوي تواجهوني لحماية الشخصيات؟ والله هم أخسروا اللعبة الإطافة بس نحن مانا شغل متيجتهم الإطافة نحن الحمد لله أفزنا اللعبة الأولى وهمش يركز على اللعبة الثانية لتدري هذي مجموعة قاعد نجمع فيها نقاط والحمد لله خلينا هاي ثلاث نقاط الأولى إن شاء الله نفوز اللعبة لها عشان نتهى للدورجة شنو بدك السنة الجاي إن شاء الله سر التنظيمات أفضل؟ والله ممكن زيادة المحترفين تطور البطولة لأن البطولة تدري هالسنة صار فيها لاعبين من برى الإدارات من برى الإدارات فسيعتبر مثل المحترف فهذا المحترف قاعد يضيف مستوى على حق الدورة فهذا شيء كان قاعد يميز الدورة هالسنة معانا العقيد عبدالله وليد البحر رئيس الجانب منظمة مساء الخير وساء النور يا هلا عياكم الله حدثنا عن استعدادات تنظيم البطولة في هذا العام بسم الله وصلاة السلام على رسول الله بداية تمبارك في الشهر سيدي حضر صاحش سمو أمير بلاد واللي عادي الأمين ونائب رئيس مجلسة وزراءة وزير الداخلية وكل الشعب الكريم هالسنة الحمد لله تم ترتيب البطولة هذه بانضمام 16 فريق من إدارات قطاع الأمن الخاص تم اللعب بصالة الشهيد الفريق يوسف المشاري بدارة عامة لقاتل المخاصة واليوم ثاني يوم من البطولة هذه ونتمنى الفرق المشاركة كلها التوفيق به إن شاء الله نظام البطولة خروج مغلوب لنقاط نظام البطولة عن أربع مجموعات كل مجموعة فيها أربع فرق تأهل فريقين من كل مجموعة المراكز الأولى شون يحصلون على كل واحد على مراكز وراء مثل ما أنت عارف البطولة تحت رعايد سيدي حضر صاحش سمو والجوائز تحدد من قبل سيدي حضر صاحش سمو ويتم عطاء المراكز الأول والثاني والثالث بالإضافة إلى الحكام اللجان منظمة بالنسبة للفرق خروج النقاط كم يوم بالأسبوع؟ بالنسبة لنا نطلقت البطولة بتاريخ 11.05.2019 وسون حفل الختام بتاريخ 26.05.2019 بمعدل أربع مباريات يوميا بعدها دوري الأول انتهي وبعدها دوري المجموعة دوري ثمانية بعدها دوري الأربعة وقبل النهاية والنهاية كلمة أخيرة وديك تقولها؟ والله نشكر جميع الإدارات اللي شاركت ونشكر جميع مدرين الإدارات اللي سمحت فرقها المشاركة بهذه البطولة وهدف من هذه البطولة هلم شمل ضباط وأفراد وضباط صف قطاع الأبن الخاص والتقوم شهر رمضان الكريم وتنافس شريف ما بينهم وشكر الموصول لتلفزيون دوت الكويت على التغطية ويبقوكم الله معنا وكيل أول ضابط خالد الجريد رئيس الجنس الإعلامية والإدارية مساء الخير مساء الخير حبيبي حدثنا على استعدادات التنظيم البطولة في هذا العام وما هو تجهزات الدولة في بداية الأمر حبيبيت أبارك وشهر الفضيل على سيدي صاحب السمو أمير البلاد كذلك وزير الداخلية كذلك سيد وكيل وزارة الداخلية سيد عصام بنهام بالنسبة على استعدادات البطولة طبعا في بطولة شيخة سلوة 14 صار فيه استعدادات يديد بخصوص تسجيل اللاعبين المحترفين طبعا في هذه البطولة عطينا فرصة حق الأفرقاء اللي ما تأهلت للدور الثمانية أنه يأخذون لاعبين اثنين من المحترفين من خارج الغطاع كذلك يأخذون لاعب محترف من داخل القطاع طبعا هذا ليش عشان يعزز الفريق اللي ما حاصل لفرصة أنه يتأهل في البطولة السابقة أنه يأخذ لفرصة ويدش بمستوى لفرقة اللي تأهلت دور الثمانية البطولة يطافت ما هي الأهمية من استمرار مثل هذه البطولات؟ طبعا الأهمية طبعا الغاية الأساسية من البطولة هذه أنه يكون في خلق الود والتعاون بين إدارات قطاع الأمن الخاص وزيادة اللياغة البدنية حق العسكري هذا شيء أساسي حق العسكري مفرض يكون موجود بالعسكري كلمة خيرة وديك تقولها؟ كلمة خيرة أحب أشكر كل أخواني المشاركين في بطولة الشيخ السابقة 14 معنا اللاعب ساعد العنزي في فريق المالية والإدارية مساء الخير؟ مساء النور يا هلا أحيا كلها كيف ترى المستوى التنظيم للبطول؟ أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أول شيء أحب أبارك سيدي حضرة صاحب السمو الشهر الكريم وولي عهد الأمين وسيدي وزير الداخلية صراحة التنظيم جدا رائع وعلى ما تمنينه وأكثر بعد والحمد لله أشوفت عينك كل شيء موجود والحمد لله الأمور طيبة نظام البطولة خروج المغلوب ولا نقاط؟ لا بالنقاط وأنتم الحين تصدرتوا أي دور؟ الحين احنا أول مباراة لنا اليوم وفي أول ثلاث نقاط إن شاء الله باجينا مبارتين المباراة القادمة هي منها؟ المباراة القادمة هي الدروع وش تقول حقل فريق الدروع؟ إن شاء الله الوعد المعدان إن شاء الله كلمة الخيرة وديك تقولها؟ أهني جميع المنظمين اليوم من أكبار وصغار الله يعطيهم العافية ما قصروا بعد ما شفنا معكم أعزاء المشاهدين أحداث هذه الحلقة وصلنا معكم إلى الختام شوفكم باشر في حلقة جديدة فم الله شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة